ينضم إلينا من القاهرة أحمد الحذيري مستشار مجلس النواب الليبي السابق سيد أحمد يعني بعد تعليق جلسة التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور ما المتوقع الآن من وراء هذه الجلسات متوقع مساء الخير متوقع من وراء الجلسة مداولات متعددة ما بين الأطراف والأطراف كما يعلم الجميع لأن أطراف غير متجانسة في وجهة النظر البعض يسعى إلى تأخير وعدم تمرير القانون والشريحة العريضة من علامج النواب الآخرين يسعون إلى تمرير القانون والعبور بالمرحلة السياسية القاتمة إلى مرحلة أكثر تطورا والذهاب إلى الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية والنيابية والحكومة الموحدة التي ستخرج البلاد من كل النفق المظلم الذي تعيش فيه الآن نعم هل بالفعل تم رفع الجلسة فقط لإعطاء فرصة لجميع النواب للحديث وإعطاء فرصة أكبر للمفاوضات والمناقشات أم هناك خلافات ربما ترأت في هذه الجلسة أكيد بدون دبلوماسية هناك خلافات تحادة ما بين الأطراف البعض يرى أن القانون يتطلب إلى بعض التحوير والتعديل والطبقة العريضة أو الشريحة الكبيرة من عظامج النواب مؤيدين لتمرير القانون استجابة لمطالب الطبقة العريضة من الشعب الليبي لا أعتقد أن هناك أي مبرات أخرى تسعى إلى عدم تمرير القانون إلا بعض من النواب الذين يسعون إلى تعطيل عدم التمرير وتأخير والمسألة أعتقد وقت فقط لحسم الأمر والتمرير القانون بشكل سريع ترجمة نانسي قنقر